اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديثا عراقي مع تصاعب تكاليف الحياة في العراق وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار التساع الفقراء يعني زيادة أعداد الفقراء وتوسع خارطة الفقر تشمل غالبية العراقيين هذا وقع الحال صدور دراسات تحدث عن عشرات المليارديرية في العراق اللي يمتلكون مليار وأكثر دولار وتحدث عن عشرات الآلاف من أصحاب الملايين المليونيرية أصحاب أكثر من مليون دولار هذه الدراسات أيضا هذه الدراسات تحدثت عن أن الشعب العراقين قسم إلى قسمين واضح يعني بشكل واضح قسم يمثل السلطة والقلية اللي هم الوزراء النواب البرلمان زعماء المليشيات رأساء الشركات المرتبطة بهذه المليشيات مدراءها هذه أصحاب الشركات هذا هؤلاء النواب السابقين والحاليين لولا كلهم يعني هذه الطبقة المرفهة التي تعيش حياة مرفهة جدا جدا بشكل خرافي يعني حد الجنون وفئة أخرى هي الغالبية من العراقيين اللي هي الفئة الفقيرة اللي يعيشون حد الكفاف حياة الفقر والعوز والمعاناة ومنهم طبعا 13 مليون حوالي 13 مليون تحت خط الفقر لا يجدون لقمة عيشهم اليوميا يعني ومن بين هؤلاء من بين هؤلاء الفقراء في العراق هناك طبقة المتقاعدين والمتقاعدون الذين يعني خدموا مؤسسات الدولة الكثير من عندهم خدموا مؤسسات الدولة ربما 40 سنة فيما يخدم البرلماني الحالي والسابق ما أكثر من أربع سنوات الدورة مالتة وطلعوا تقاعد ما دي 8 ملايين ما دي 10 ملايين دينار عراقي ما يعادل يمكن 5 ألاف 6 ألاف دولار ما أعرفوش قد مع أن هذا المتقاعد اللي يخدم 40 سنة تقاعد لا يتجاوز الـ 500 دولار وأقل ربما 350 أو 400 دولار لا يستطيع أن يوفر السكن ولا الأكل ولا الشرب ولا الحياة ولا الدواء ولا مصيبة كبيرة البعض منهم يتسولون في الشوارع هذا واقع الحال وذولة طبعا أكثر من مليون ين يمكن 3 ملايين ما أعرف بس المهمة الحكومة في ظل هذا الوضع أصدرت قرار حكومة السوداني وصدعت رؤوس الناس وطبل وسائل الإعلام التابعة للحكومة أحزابها تحدث عنه بزيادة المتقاعدين الذين تقر رواتبهم عن مليون دينار 100 ألف دينار مقطوعة طبعا هذه التنشال في الوقت الذي يراه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الحالي ومعرف منه البرلمانيين يروه إلا أن الوضع ما نقدر وزارة المالية تقول إحنا ما نقدر ووضعنا ما يتحمل يقولون أنه ذول مرفحين فما نطيهم المهم هذه يعني زيادة مكافأة وصدعوا رؤوس الناس بأنه هذه الزيادة وكل ساعة طلعنا واحد يتحدث بيها وقرار ينشروا واعتباره من شهر الدعش رح يوزعوا بنهاية الشهر الدعش والبنوكة تبلغت ووزارة المالية تبلغت لا حوله لا قوت إلا بالله وكأنه هذه المئة ألف لكل متقاعد راتبة قل من مليون دينار رح تشيله رح تنهض به وعندما تحسب المئة ألف دينار يعني وقبل ما تحسب الألف دينار يعني أنت تحدث عن سلع ووضاع متعلقة بحياة الناس يحتاجها المواطن يحتاجها الإنسان المتقاعد وغير المتقاعد كل الفقراء يحتاجون شروع من السوق وأنت تشتري بأسعار السوق من الخبز لكل شيء كل شيء تشتري الملابس الأدوية كل شيء تشتري هذه السلع كلها زادت أسعارها ربما عشرة أضعاف وأنت بنفس المرتب نفس الوارد اللي يجيك زي دوك الآن مئة ألف حتى تتحمل أنت تدفع فرق السعر وأنت يعني تأتي على المئة ألف دينار وتحسبها بحسابات رياضية بسيطة وبأسعار الدولار الآن بالسوق تجد أن المئة ألف دينار بتساوي 62 دولار بمعنى أنه كل متقاعد كل هذه الضجة وكل هذا صداع الرأس اللي سوالنا إياه واللي ربما سوق الآن زادت أسعار لأنه الزيادة أكوت فنزيد الأسعار ماكثر أقابة وماكن ضباط ومن اللي يضبطهم ومن اللي يراقب عليهم ومن اللي يمنعهم والميليشيات وغير الميليشيات الميليشيات هي المتحكمة بالسوق الاقتصادي وكل هالشركات المستوردة وكل هالتابعة للميليشيات وتابعة لأحزاب وقوى بالحكومة وبالعملية السياسية وبالتالي إذا يزيدون الأسعار ماهل يتكلم عموما المئة ألف دينار تساوي 62 دولار بمعنى أنه كل متقاعد زاد دولارين باليوم دولارين باليوم يعني 3000 دينار طيباني أسأل كل عراقي وأسأل الحكومة وأسأل كل الناس يعني ربما البعض يعتقد كيف نسوألي وما شي هذه 3000 دينار يومية ش تجيب بالعراق يعني ما هي السلعة التي يشتريها العراقي 3000 دينار لكي تساعده في الحياة خلي يقول لنا هم 3000 دينار ش يشتري الآن 3000 دينار لتطيه الطفل صغير حتى يروح للدكان يشتري حلويات ويشتري مدري منه يمكن ما تكفي شنو 3000 دينار مع العلم أنتو فقط في أسبوع واحد بالشهر الواحد تجيكم بحدد العشرة مليار دولار واردات من النفط أنتو تقولون 9 مليار وكذا ما دري شنو هذا الشهر واردات ما هذا واقع الحال وبالتالي أنتو عشرة مليار شهريا وتجيكم بالسنة معرف أكثر من 120-130 مليار دولار وبالتالي زيدون المواطن الفقير 100000 دينار وأنتو ما قادرين تضبطون السوق وتساوي 62 دولار وباليوم دولار يعني 3000 دينار وصدعت رؤوس العالم بها كل هذا السرقة والنهب والبوق والاحتيال واللعب على المواطن وقهر المواطن من 20 سنة حتى تقولون لها 3000 دينار 3000 دينار ما يفعله هنا ستعين بالسكن والدواء والملبس والصرفيات والمدارس والتنقل لا 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 3000 دينار هذه اللي معتبريها مكرمة كبيرة من السيد السوداني وجزء من مكرمته مع الأسف يعني الإنسان في العراق يعني آخر شيء تفكر بي هو ما تفكر بي أبدا وهي لم تأتي إلا للسرقة والنهب وإلا لضياع حوية العراق وتدميره لصالح أجندات خارجية وهو الأجندة الإيرانية هذا واقع الحال ومن يقول غير ذلك ليثبت عكس ذلك العراق منذ عشرين سنة من سيء إلى أسوأ من تخلف إلى أكثر تخلف وإلا العراق يصير بعد أن كان خالي من الأمية يصيرهم بـ 13 مليون أمي 13 مليون تحت خط الفقر 15 مليون عاطل عن العمل مهاجرين 6 ملايين خارج العراق أكثر من 6 ملايين وبالخيم داخل العراق المهجرين النازحين وصلوا إلى 6 ملايين واحد وبيوت مهدمة ومدن مهدمة وشوارع مهدمة وصحراء وتصحر ومصيبة وطائفية وخراب ودمار وسياسات وميليشيات تحكم وهي المتحكمة بالقضية كبيرة مصيبة ولا صناعة ولا زراعة ولا وعطل 365 يوم السنة من عدها يمكن 300 يوم عطل مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى وعلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة